ترأس مؤخراً المدير العام النائب للدرك الوطني حفل تسليم قيادة الدرك الوطني رقم 8 بثار إلى المقدم محمد حمدان حيث تسلم مهام عمله رسمياً وسط حضور عدد كبير من السلطات الإدارية والعسكرية بالمنطقة حليم السعدية يعقوب بمناسبة حفلة تسليم القيادة الجديدة للدرك الوطني للمنطقة الأسكرية رقم 8 بإقليم شهر العوسط حيث تولى المقدم محمد حمدان مهام أمله رسمياً بعد إن أخذ الرعاية لقيادة المنطقة الأسكرية زاول بي بافالي خلال ترأسه إيزاناً لهذا الهفلة المدير العام النائب للدرك الوطني الجنرال ننغار نقوم إيلي فقد ناشد أفراد الدرك الوطني بضرورة التعاون مع القائد الجديد للدرك الوطني وذلك من أجل جلب الأمن والاستخرار في إقليم شهر العوسط والعمل على اهترام القوانين واللوايا المعمول بها في القيادة الأسكرية هذا وفي نفس الإطار تم تأيين قائد الدرك الوطني السابق بالمنطقة الأسكرية رقم 8 زاول بي بافالي والذي أين قائداً للدرك الوطني للمنطقة الأسكرية رقم 17 بمدينة بالع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة